موسيقى موسيقى طيب زي ما حضراتكم شفتم من ثواني محدودة بالضبط دي لقطات ليه لعاب النادي الاهلي هما داخلين المحاضرة اللي بتنطلق في هذه اللحظات نحاول يعني نعايش حضراتكم الأجواء لحظة بلحظة وكل الكواليس محاضرة اللي دايما بتصبق مران الفريق المران النهاردة الساعة سبعة تحديدا بتوقيت القاهرة ومحاضرة من ضمن المحاضرات المختلفة اللي بيعقدها موسيمانيا وبركز عليها بشكل كبير جدا مع الفريق طبعا زي ما انتم شايفين كمان الكابتن محمود الخطيب واضح ان هو داخل قاعة المحاضرات الخاصة بالفريق وأكيد حيكون ليه كلمات مهمة جدا جدا مع عناصر الفرقة كلها جهاز فاني أو لعبين ودوره بيبقى مهم وبالمناسبة يعني كابتن محمود الخطيب بتواجده في كل المباراة المهمة بيدي دوافع كبيرة بخلاف الدوافع طبعا اللي بتبقى موجودة عند كل لعب وهي ازاي اقدر حق التاريخ لنفسي واسعد كل جمهير النادي الاهلي وأنا كمان بتفعل بصراحة يعني بصراحة بالاستصرق أنديل هو موجود طبعا دكتور محمد شوق يعدوا مجلس إدارة اتنين قامات كبيرة جدا لكن يا رب يعني زي كالعادة كده واستصرق أنديل كلما بيسافر مع الفريق ونرجع بانتصار في مواقع صعبة جدا 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 فبإذن الله تفاعل يسود كل البعثة ويفرحونا يوم الأربع الجاي بإذن الله طيب ده كل ما يتعلق بالنادي الاهلي وآخر الأخبار والتفاصيل تعالوا بقى نتكلم على جزئية أخرى مهمة جدا كلنا وننترقبها في الحقيقة مش بس الأهلوية بس لا ده قارة أفريقيا كلها بل كمان الموضوع ممتد للاتحاد الدولي لقرية القدم بل كمان الموضوع واصل لحد إيه الاتحاد الأوروبي لقرية القدم لأن هي كلها شبكة مربوطة في بعض الأمور كلها معقدة شوي اللي احنا بنترقبه أكيد اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لقرية القدم واللي بيجرى في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم اجتماع ابتدى بالضبط الساعة أربعة العصر يعني قبل ساعة ونص من دلوقتي الكلام على إيه بقى؟ على بعض الاحتمالات فيه توجه توجه عند إنفنتينو إن هو يأجل البطولة بطولة الأمور الأفريقي ده توجه موجود بيدعموا إيه؟ بيدعموا خطاب اتحاد الأندية الأوروبية اللي أرسلوا الاتحاد الدولي وقالوا لهم يا جماعة يعني خطاب كان مطول كده شوية يتكلموا على بعض الأسباب اللي ممكن تكون بتتمثل في صعوبة تواجد لعبي المنتخبات الأفريقية اللي بيجرى محترفين في أوروبا معهم في بطولة الأمور الأفريقية بسبب بقى متحاول أميكرون أو كورونا أو كل هذه الأمور يعني والجوانب الصحية والاحترازية وكل ما شبه ذلك يعني النسب قبل الاجتماع إيه؟ قبل الاجتماع النسب بتميل نسبياً نسبياً مش مؤكد طبعاً لأن أنت ممكن قبل ما تخش الاجتماع يبقى فيه توجه وبعد ما تخلص الاجتماع يبقى حاجة تانية خالص لكن النسب بتميل إلى تأجيل البطولة نسبياً لم يتم تحديد أي حاجة حتى الآن ولا تم اتخاذ أي قرار القرار ممكن يطلع في أي لحظة دلوقتي احنا مع بعض على الهواء بعد ما الحلقة تخلص على مدار اليوم ممكن بكرة يتم تأجيل القرار البكرة هنترقب ونشوف الاتجاهات اللي بتتكلموا فيها إيه؟ ممكن يقولك أن احنا عايزين نأجل لبطولة الأمم الأفريقية لعشرين ثلاثة وعشرين يا جماعة بالمناسبة الموضوع مش نتعلق بس من شاركة الأهلي في كاس العالم لا طبعاً الموضوع متعلق زي ما قلت لكم باللعبين اللي محترفين في كرة أوروبا الدوريات المختلفة وبالتحديد الدور الإنجليزي والفرنسي هم أكتر دوريين عندهم لعيبة أفرق ففيه أندية مش عايزة تودي لعيبتها أولاً توقيت البطولة ده اللي كان دايماً بيشتكي منه أندية الدوريات الأوروبية ثانياً الإجراءات الاحترازية والكورونا وهنا نرى أن الدور الإنجليزي متضمر في الحقيقة بسبب الفيروس فده اتجاه أن يبقى في عشرين وعشرين البطولة تجرى في الكاميرا وبعدها بسنتين تبقى البطولة اللي مفتحة نظامها كوديفور الاتجاه الآخر ممكن يكون بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في إن ممكن يبقى فيه كلام على إن ممكن يبقى فيه بطولة من غير اللعبين المحترفين وأعتقد أن ده سيكون صعب أن كل المنتخبات تلعب بالمحلية الموجودين في الدوريات المحلية بتاعت كل المنتخب أعتقد ده سيبقى صعب مع إعطاء الحرية للأندية الأوروبية بالموافقة أو عدم الموافقة على إرسال لعبيها المحترفين ده برضو ممكن يكون توجه تم طرح مؤخر فكرة يعني من ضمن الأفكار بس في اعتقادي الشخصي من خلال المشهد اللي بنشوفه كلنا أعتقد ده سيبقى صعبة و سيبقى أمر مرفوض شوي فهنشوف إيه اللي ممكن يحصل وحنشوف النتيجة الاجتماع هتكون إيه النهاردة القرارات اللي هيتم اتخاذها لكن اللي شبه مؤكد زي ما قال أحمد مجاهد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد القرى المصري رئيس اللجنة المؤقتة إن لو قيمة بطولة الأوروبة الأفريقية المنتخب المصري هلعب بكل نجومه اللي من النادي الأهلي والنادي الأهلي هلعب بكل نجومه اللي موجودين معاه اللي في قائمته كلها في كاس العالم فإحنا مستانيين إن الأمر ده يتنفذ إحنا عايزين مصلحة المنتخب أولا وأخيرا ومصلحة النادي الأهلي طبعا ده أمر يمينى جدا جدا لأن الأهلي بيمثل القرى المصرية والرياضة المصرية بشكل عام والأفريقية طبعا فده فيما يتعلق بكواليس الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي هنروح لفاصل بعد الفاصل بقى نرجع نتكلم عن القائمة بتاعة منتخب مصر القائمة المبدئية اللي بتتكاوم من 40 لاعب بخصوص بطولة الأمام الأفريقية إن أقيمت في مواعيد هستو نونا بخصوص